مساء الخير زواج رانيا يوسف من أحمد الفشاوي الخبر ده نازل من إمبارح الصور دي منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي طب هو إيه صاحة الخبر؟ هو فعلا رانيا يوسف اتجوزت أحمد الفشاوي؟ الصور دي من بعد ما نزلت على السوشيال ميديا وكل المتابعين بتاعهم قالوا إن هم تجوزوا ما هي الصور تحسها كده تحس إن في حاجة ما بينهم وتحس إن هم كانوا قصدين إن هم ينزلوا الصور دي مع إن فيه فرق كبير جدا في العمر ما بين رانيا يوسف وإحمد الفشاوي لكن طبعا من بعد ما الناس فضلت تسأل إيه العلاقة ما بينهم؟ رحت نزلت رانيا يوسف بوست على حسابها على الإستجرام بيقول من تحضيرات فيلم ورد رحان مع أحمد الفشاوي مستعدين؟ وأحمد الفشاوي برضو في نفس الوقت نزل بوست بيقول من سيناريو ورد رحان لإحتفالي براس السنة مع أكتر ممثلة مفضلة ليا وأكتر قلبي طيب طبعا من بعد ما نزل الصور دي اسمعوا بقى التعليقات اللي يقوله يا مش كبيرة عليك واللي يقوله هو المشهد ده كان في الفيلم ولا إيه واللي يقولهم يا ريت شغله كله يبقى بالطريقة دي وخدوا تعليقات من دي كتير وطبعا فيه ناس قراءها مختلفة فيه ناس قالت إن أحمد الفشاوي أصلا متحرر وبالنسبة للصور دي مش جديدة عليه وفي نفس الوقت قالت كلام برضو على رانيا إن رانيا متحررة وبتعمل اللي هي عايزة يعني بالنسبة لهم الصور دي عادي يعني لما ينزلوها عادي الناس ما تخدش ببالها يعني فيه بقى رؤية ثالث خالص قالوا يا جماعة ده دعاية للفيلم نهما نازلين فيلم جديد مع بعضه وبيعملوا له دعاية فبينزلوا الصور دي بس عشان يحمسوا الناس لكن لا فيه جواز ولا يحزنون وده آخر الفيديو معنا لو عجبك الفيديو وانتنساش اللايك الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلامة